السلام عليكم كانت مني ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير هلا فيديو ديال هاد النهار اه غادي نخدمو هاد الرشيمة هادي انا فهيت لي ارشنتها على جلابة هاد هي الرشيمة غادي نستعملو فيها اربعة ديال الوينات ديال الحرير دائما الحرير مروم على جوش شعرات باش كتجي الخدمة ديالنا اه مزيانة وخدمة رقيقة اه فيها هاد رشيم هاد النقيطات وفيها هاد الوريدات هاد الكبار اه وفيها احتى هاد العريشات الصغار اخدمو هنبادلون عندي هنا يا هاد الوريقة انا فايت لي خدمتها اخلي وحدا ندير التطبيق ديالها معكم اه كيف شتوا معايا هادي هي اه هاد الوريقة الكبيرة خدمتها باش نربح الوقت وان شاء الله الوريقة اللي حدها غنديرو تطبيق ديالها والطريقة باش خدمتها باش كتجي متقونا وهاد العريش هادا اه غادي نخليه حتى الجزء الثاني ديال هاد الافيديو هادا وانديرو تطبيق ديالهم اما اه اه هنا يا فادي الوريقة هادي غادي نستعملو كي ما قلت لكم اه الغرزة ديال ترز رباط الاصيل او لغرزة الحشو اه غادي نحاول ان شاء الله نشرح لكم اه بالنسبة للمبتدئات اه 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 اول حاجة بادي نستعمل الحل العلاج والشعرات اه اه هادي كفكرة و وطريقة سهلة باش تقدرو توصل لكم الفكرة كيفاش نخدمو هاد الوريقة هادي وتكون صحيحة ويكون هاد الخطيطة ديال هاد الغرزة هادي كيجوني بها الطريقة كتجيني الغرزة اللي هي كتجيني طويلة اه كيفش توقع بطوراس ديال كل اه 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 اللي بها الطريقة هادي كنحاولو نخططو خطيطات بالقالم هادوك الخطيطات وما اللي غاقون تبعو باش دين لغرزة ديالي اه في الاتجاه ديالهم اه اول حاجة كنتبتو الحرير وخانتبتو في في الوجه ديال التوب اولا في وجه ديال الرشمة ماشي اشكال ما غاديش يبان اه من ديروش لحقات دي في الخدمة ديالنا غادي ندخلو لبرا في في الراس ديال 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 الوريقة غاستعملو واحد تقنية كيفشتو معايا انا اه لبرا دخلتها في داك اولا زلال الخط الوسطاني اللي يقسم النا الوريقة اه درت الغرزة اللوله دباء الغرزة التانية في نفس المكان هالغرزة الثالثة اه دباء غادي نننكا حز على هاد الغرزاء اللي درت اه بحى اللي ندفن هذيك لغريزة من بعد الغرزة الموالية اه الغرزاء الموالية كما قلت لكم اخدمها في الخط اه الغرزة الغرزة الثانية كندفنها كان بعيد على ذاك الخطيط واحد شي شوية وكان خدمها كيف شتمعي الغرزة اللي تابعها كان خدمها في الخط يعني مرة كان ندفن الغرزة مرة كان نخدم الغرزة ديالي الثانية كان خدمها في الخط حتى كان ندور ديك الدورة كاملة ديال الغريقة أنا عادي يوريكم المكان اللي غادي نحبسو فيه هاد طريقة او لهاد تقنية باش كان خدموا كان دفنوا غرزة وكان خدموا غرزة الموالية كان خدموها في ذاك الخط اللي يقسم لنا الوريقة على الجوش كانت منين ان شاء الله تكون الفكرة وصلتكم هذي تقنية ديال دفن الغرز دائما كان نستعملوها في الأماكن اللي كان دور فيهم في أي رشمة أولا مثلا في الوريقات مثلا في شي رسم اللي هو كيكون حلزوني أولا دائما كان استعملو تقنية ديال دفن الغرز كان حاولو نكملو بنفس التقنية كل ما كانت عندنا الدورة أولا الاتجاه كيكون ما يلوحش شوية ديال أي رشمة كما قلت لكم من بعد كان نحس بأن ديال الدورة بدأت تنقص كان نخدموه بطريقة عادية يعني غرزة مقابل غرزة ما كان استعملو ما كان استعملوش تقنية اللي استعملنا في الأول كان نخدموه بطريقة عادية دائما حتى الخدماء ما نزيروش بزاف وما نرخفوش باش ما تجينيش الخدماء مرخفة إلا إلا زيار نايد دينا كتكون الخدماء كيبا فيها تكماش هادي ماشي خدمة مزيانة لاحظوا معايا هاد هاد الإطار الخارجي ديال هاد الوريقة هادي لاحظوا معايا الغرزات كيكونوا متقاربين يعني غرزة حدقتها هذا هو سير نجاح ديال الترز الرباطي دائما تخصنا نديرو غرزة أولا نقربو الغرزات بوحد طريقة اللي تكون دقيقة ودائما كنحرصو على هاد الدقة هادي فهي كيكون نجاح ديال الترز الرباطي كيبان فيه الإتقان وحتى الصراحة حتى اللي معا ديال الحرير كتكون بينه خصوصا الحرير ديال القصيبة فالقليل اللي كيكون كيبان فيه ديك اللي معا بخلاف الى استعملنا ديال الماكينة دائما نحاول نجيب دوك الخطيطات اولا دوك الغرزات ديالي كيجيوا متوازين مع هاد مع هاد الخطيطات اللي خطتنا بالقلم كيف سبق لي وقيت لكم فالقنا راسنا بانا فاش نوصلو داك الخطيط اللي خطتنا بالقلم كتبليل غرزة مايلا اولا ما جايش متوازين هاد يعني انا الغرزة خاطة عندنا اولا ما غادش نجيبو الميزان ديال دوك الخطيطات اولا دوك الغرزات اللي عندنا في رشيمة فهما تيكونوا خاطئين هاد التقنية اولا هاد الطريقة كتسهل يعنينا بزاف باش الوريقات ديالنا كنخدموهم بطريقة صحيحة هذي فقط واحد الفكرة بالنسبة المبتدئات اللي يقدروا يعتمدوها باش يكونوا الوريقات اللي على هاد الشكل هادا تيكونوا ناجحين وكتجي الحد ما فيهم تقونا فاش غايت سيلا ان شاء الله الحير غادي نوريكم الطريقة المعتمدة عندي دائما في جميع الخدمات اللي عندي ديال الترز الباطي اه ما كان حاوش ندي العقادي هادي نحاول ندير واحد الغارزات بطريقة عشوائية اه في الخدمة اللي مازال ما خدمتش يعني في ذيك الرشيمة اللي عندي بها الطريقة هادي وكان حاول في القفا ديال الخدمة ندخل تحت الخدمة هاد ليبرا عدة مرات بها الطريقة وكان حاول نقطع بالمقص هاد ما كان هادية الطريقة الصحيحة ومعتمدة عندي وفاش نبغي نبدأ حرير جديد اه كان سيعمل نفس طريقة يعني كان نحاول نه نتبت الحرير وخا يكون في وجه كما قلت لكم ديال الرشمة ما شي مشكل يعني غادي نكمل بنفس طريقة اه غرزة عادية اه يعني اه غرزة مقابل اه غرزة ما عنديش اشي مكان اللي هو غندور فيه اولا عندي ارش مامايلة بزاف ما عنديش اشكال زائد كما كتلكم اه دوك الخطيطات اللي دارنا بالقلم فهما كيساعدون اكتر باش كنجيبو التوازن ديال دوك الغرازات اه في الطرز ديالنا اه كيجوا اه متقونين غادي نكمل بنفس طريقة وبنفس تقنية ما عنديش في مكان اللي غنظر فيه اه يعني غنخدمو عادي حتى كنكملو اه هاد الورقة او لا هاد النصف اللي كي قسم لنا الورقة على جوج النصف الاول كنخدموه بطريقة هادية نحاولو نردو البل غيل الغرازات اللي غامدو نخدموه اه في الاطار الخارجي ديال الورقة نحاولو كما قد لكم اه نقربو الغرازات ديالنا باش كيجي اه الترز متقون اه وكادي حتى الورقة في ها واحد المنظر بزيان انا نكملو هاد الخديمة ديالنا وبعد ما كبت حرير واحد اخر بنفس الطريقة كما قلت لكم انا تعلمت انني نخدم معكم الورقة كاملة اه بالنسبة للناس اللي بغيني تعلمو اه باش يقدروا يعرفو كيفاش يتعاملو اه مع اه هاد الورقة هادي كان بامكان ان يعني انت نقصر لا فيديو ولكني باش يستفدوا الناس كتر حاولت انني اه نوريكم جميع التفاصيل ديال هاد الورقة هادي يعني باش يستفد الانسان كتر اشتركوا في القناة يعني كان تبعو التراساج ديال الرشيمة ديالنا اه حتى كان ساليوها اه كان تبعو اه رشيمة من حاولوش نخرجو على الايطار ديال 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 الجزء الثاني ديال هاد الورقة هادي اه كان خدموه مع النسج تقنية اللي هيقدرون نستعمله اه نستعمله طريقة عادية غرزة مقابل غرزة اه الا حاجة واحدة ديال الخطيطات اللي خاصنا اه نجيبوا الميزان ديال هم دائما متوازين الورزة اللي كان ديرو نحاولو نجيبها متوازية مع ذاك القلم اللي درنا او اللي ذاك الخط اللي درنا بالقلم هادا مكان اه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر